شدد الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي والعهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي حسب مقال صحيفة الشرق الأوسط على توجيهات خدم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لكافة المسؤولين شدد الاهتمام في المقام الأول بالحجاج والمعتمرين وقال أنه ولله الحمد نعمة أنعمها بها علينا الله عز وجل لتكون بلادنا قبلة المسلمين وهي مسؤولية علينا جميعا خصوصا أجهزتنا الأمنية والعسكرية في المحافظة على أمن هذه البلاد ونقل ولي والعهد خلال لقائه قادة وكبار وضباط القوات المسلحة بمكتبه بالمعذر في العاصمة سعودية أمس حسب مقال الشرق الأوسط يتقدمهم الفريق أول ركن حسين بن عبد الله القبيل رئيس هيئة الأركان العامة والفريق ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان نائب رئيس هيئة الأركان العامة ضمن كلمته التوجيهية تحيات الملك عبد الله بن عبد العزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية لكافة أفراد القوات العسكرية وكذلك القوات الأمنية والحرس الوطني منوها بما شهده حج هذا العام من نجاح كبير وما تحقق لحجاج بيت الله الحرام من راحة وأمن صحيفة القدس كشفت في مقال لها أنه لاحت في الأفوق أمس بوادر حرب قبلية طائفية في محافظة صعدة بشمال اليمن بين جماعة السلفين في منطقة دماج وجماعة الحوث المسلحة ذات التوجه الزيدي وهذا بعد أيام من التوتر الشديد بينهما والمواجهة المسلحة التي أدت إلى سقوط العديد من القتلى والجرح من الجانبين وجاءت بوادر والحرب الطائفية حسب مقال صحيفة القدس بعد فشل اللجنة الرئاسية العسكرية المكلفة بالوسطة واحتواء المواجهة المسلحة بين الحوثيين والسلفين في منطقة دماج منذ عدة أسابيع بشكل متقطع في محافظة صعدة والتي أفضت إلى قيام مسلحي جماعات الحوثي بمحاصرة منطقة دماج حيث تقع فيها أقدم مدرسة للسلفين والتي أسسها الشيخ الراحل مقبل بنهادي الوادي صحيفة الحياة كتبت في أحد مقالتها تقول بأن الخطة الأمنية الجديدة التي وضعتها قيادة الجيش اللبناني لمدينة ترابلس في شمال لبنان تخضع في تنفيذها على مرحل بدءا من ليل أول أمس لاختبار التأكد من جديتها في وقف الجرح الجرح النازف في عاصمة شمال والذي دخل أسبوع هو ثاني وقال وزير ترابلس أن الخطة إن لم تفعل فعلها في تهدئة الوضع في مهمة أقصى غدا الثلاثاء فإنه سيكونون أمام مشكلة أمنية سياسية كبيرة تهدد المدينة ويطعط أركان والدولة على المستويات كافة بتفاؤل حذر مع التدبير الغير مسبوقة التي بدأ تنفيذها عصر أمس بالتوازي بين منطقتين جبل محسن وباب التبانة وبشريع سوريا كذلك ويتوقع أن تستكمل في ساعات القادمة والتي يفترض أن تكون استثنائية ولمرة واحدة بعدما ثبت عدم جدوى الخطط السابقة التي وضعت للمدينة ولم تؤدي إلى إنهاء خطوط التماس بين المنطقتين المتقاتلتين وفي الصحف الفرنسية تحدثت صحيفة ليبيغاسيون في مقال لها عن مقتل ثلاثة أشخاص في الصين وبالضبط في ميدان تيانمان من وجرح بعض السياح وجاء في مقال صحيفة ليبيغاسيون الفرنسية أنه قتل ثلاثة أشخاص في سيارة تحطمت وحرق العديد من السياح في مدينة تيانمان من في بكين حسب ما ذكرت وكالة أنباء الصين حيث قتل سائق السيارة جيب واثنين من الركب حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية إضافة إلى جرح العديد من السياح ودائما في صحف الفرنسية كتبت يومية لوموند مقالا حول وفاة أسطورة الغوكنغال لوريد هذا المسيقار البالغ من العمر 71 سنة كان قد خضع إلى عملية زرع كبت في وقت سابق من هذا العام وفقا لوكيله في المملكة المتحدة والذي رابط سبب وفاته بهذه العملية الجرحية حيث ولد أسطورة الغوكنغال لوريد في 2 مارس من سنة 1942 في مدينة بروكلين من عائلة يهودية نشأ وترعرع في لونغ آيلاندا في الظواحي وكان ملتزما عندما كان مراهقا وكانت لديه الإزدواجية والتي أكسبته عدة جلسات من العلاج بالصدمات الكهربائية وهي تجربة وسردها في أغنية قتل أبناؤكم في سنة 1974